طويق واعتداء على حرمة بيوت الله وغدر بنازحي سنجار والاستيلاء على أملاكهم ومساكنهم بقوة السلاح من قبل أذرع مسلحة تابعة لعناصر في تنظيم البككة المصنف إرهابيا بحسب ما أكده مواطنون نازحون تعرضوا للاعتداء والمنع من العودة مؤخرا الحقيقة التحديات الحقيقية الموجودة هو عدم وجود استقرار أمني في منطقة سنجار وعدم وجود سلطة مركزية أو سيطرة سلطة مركزية على المنطقة حيث أن هناك الكثير من الجهات الغير الرسمية المسلحة في المنطقة وهي التي تفرض قوتها على المنطقة وهذا مما أثر على الواقع الحقيقي لعدم رجوع هؤلاء النازحين من المناطق وبعد إغلاق مخيم الجدع في الموصل وحصولهم على الموافقات الرسمية من قبل الحكومة الاتحادية والأجهزة الأمنية الماسكة للأرض هناك هذا ما يقرب من مئتي عائلة إلى القضاء ليتفاجأوا بسيطارة مجاميع مسنودة من تنظيم البككة على منازلهم وطاردهم خارج القضاء بحجة انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وهو ما ينفيه النازحون جملة وتفصيل الدعم الموجود في سنجار دعم قليل جدا سواء من الحكومة العراقية ولا يجد دعم غير منظمات نطالب بتأسيس شبكة أو بتأسيس تجمع دولي لغرض دعم سنجار سنجار منطقة منقوبة تحتاج إلى مساعدات كبيرة سواء من العراق أو من المجتمع الدولي أيضا نطالب من خلال قناتكم الموقرة بدعم صندوق التعويضات في سنجار هذا صندوق مهم ووسط تلك التوترات تتصاعد الدعوات للإصراع في تطبيع الأوضاع وتنفيذ اتفاق سنجار الذي أبرم عام 2020 في زمن حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الإقليم الذي ينص على إعادة النازحين وإخراج جميع الجهات المسلحة التي تتحكم أمنيا وإداريا وخدميا بمقدرات القضاء اتفاق سنجار يدخل عامه الثالث دون تنفيذ لبنوده وميزان محطة سراعات داخلية وأخرى خارجية إضافة إلى تعدد الأذرع المسلحة في ما يضع حكومة السودان أمام تحدي كبير بتطبيع الأوضاع هناك بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل ترجمة نانسي قنقر